مسلسل ليه لا الموسم الثاني الحلقة الاخيرة اللي بتبدأ بيونس اول ما سامع الحوار بين خالد وبين نادا وكان خالد بيقول لها فيه ان عمر صلاح ما هيجوزها طالما يونس معاها وكمان الولد ده من الشارع علشان كده بيمشي ويسيب البيت وبيهرب نادا بتدور عليه وهي منهارة يونس عايز يروح للدار ومش عارف نادا خالد بيتصل بيها وبيسألها لقتي يونس بتقوله لأ انا لسه بدور عليه دلوقتي ومش لقياه بتتصل بسلمة وبتسألها علي يونس بتقول لها ان هي ما شافتوش وبيكلمها صلاح وبتبقى متوترة جدا ومنهارة وبتقوله ان هي مش لقيا يونس لحد دلوقتي قال لها طب انا هروح الدار اسأل قارت له لأ ما تروحش لازم اكون انا اللي بقولت له مع الخبر بيقولها خلاص انا هروح اسم الشرطة وابلغ بالنسبة ليونس مش عارف يروح فيه بيعد الشارع بسرعة وبتمسكه واحدة شحاتة وبتقوله تعالى جيب لك حاجة حلوة وفيه واحدة بنت حلال بتسلكه منها هو بيجري بيخبط في واحدة الواحدة دي بتسأله بتقوله رايح فين يبني قال لها انا عايز اروح المعادي قالت له فين اهلك فين مامتك واخدته على اول ميكروباس ويسألت واحدة جوا كانت بتقولها ان هي رايحة المعادي قالت لها ما عليش يخديه معاه في سكتك هما بالنسبة لصلاح فكان بيبلغ في اسم الشرطة لكن بيقوله لازم تبلغ في اسم الشرطة بتاعة مصر الجديدة علشان يقدروا يشوفوا الكاميرات ودوروا عليه كويس بالنسبة ليونس كان مع البنت اللي المفروض حيركب معاه المترو علشان يوصل للمعادي طبعا البنت بتقطع له وبتسأله اسمك ايه وبعد كده بتاخده وبتقعد مستنيا المترو وبتتعرف على واحد كده وبيطلب يونس يشرب مايا لكن بيسيب اللعبة بتاعته وبيركب المترو لكن اول ما بيشوف اللعبة بتاعته على الرصيف بينزل يجري عشان قطر يجيبها الباب بيقفل وطبعا نجو يبقى عارف ان هو يدخل والبنت بتبصره بتقوله ايه بس اللي خلاك تنزل لكنه يعيني عمال بيعيط لان المترو راع عليه وما كانش يعرف حد يوديه للدار بيقابلوا واحد من رجال الامن وبيسأله عايز تروح فين يا ابني قالوا عايز اروح للمعادي قالوا انا حركبك واسيبك عشان عندي شغل بالنسبة لندى بتروح جارية على اتدار وبتقول لمدام عفاف ان يونس جالك ولا لأ قالت لها ما جاش طبعا ايه اللي حصل بتقول لها ان هو سمع حوار بينها وبين خالد ويعني كلام ما كانش كويس عليه بتروح تسأل اصحابه لكنهم بيقول ان يونس ما تكلمهمش ولا اتصل بيهم وطبعا مدام لبناء لا اول ما بتعرف بتقولي حبيبي يا ابني يعني الكون راح فين وطبعا الكل لها لانا عليه بالنسبة لي صلاح كان بيدور عليه ومش لقيه وطبعا سالما كانت الانا جدا اما يونس فقدر ان هو يوقف واحد بتاع تكتك ابن حلال وقال له يودي المعادي في الدار اللي هناك مدام لبناء منهارة ومدام عفاف بتحديها لكن يونس بيوصل بالتكتك قدام الدار طبعا بيجروا عليه وبيقولوا يا مدام عفاف يونس رجع الكل بيجرى عليه وكمان نادا بتاخده في حضنه وبتقول له ايه اللي خلاك تسيبني وتمشي بتقعد تتكلم معاه وبتقول له ايه اللي خلاك تمشي وتسيبني بيقول لها انت ايه اصلا اللي خلاك تغديني محدش بيحبني انا عايز ابقى هنا مع اخواتي قالت له انا بحبك ومش حابشي من هنا غير بيك لكن بيقول لها انا مش عايز اروح معاكي روحي لوحدك انا مش عايز اروح قالت له لا لازم تيجي معايا لكن بتدخل مدام عفاف وبتقول لها الولد مش عايز يروح معاكي اكيد في حاجة كبيرة او يمزع عليه يالت متخصبش عليه وتسيبيه يعني كاميون كده لما يهدى طبعا بتروح نادا وهي متضايقة جدا لما بتروح من غير يونس وبيتصل بها صلاح وبتقول ان هي هو مش عايز يرجع معاها صلاح بيطمنها وبيقول لها ان شاء الله حيرجع ما تلاقيش بتقفل معاك تبقى نايمة وهي حزينة بالمنظر ده بالنسبة لذكري واصحاب يونس واحد منهم قاعد بيتكلم معاه وبيقول له انت ايه اللي خلاك تسيب بيتنا ده بيقول ان هو سمع كلام بينها وبين خالد وخالد قال لها ان انت مش هتتجوز طالما معاك يونس وانا لازم اسبها علشان تعيش سعيدة لكن بيقول له صاحبه ان هم انت اللي تكون سعيد نادا بتحبك وجابت لك حاجات كتير ودخلتك مدرسة حلوة وعندك قضى لوحدك وعندك حاجات احلى مننا نادا كانت زعلانة ومتضايقة جدا وسعيدة بتقول لها ما تلاقيش ان شاء الله حيرجع لك والله ده بيحبك قوي لما قلت بتنزل الشغل كان بيبقى الان عليك وعايزك ترجاي على طول سالي كمان بتقول لها انا قلت لها نفس الكلام ده قاعدين بيهدوا فيها ومرة واحدة بيجي راجي وبيسأل ايه الاخبار ولو في جديد سالي طبعا بتقول لها انا هستأذن دلوقتي لكن راجي بيقول لها خليكي انا الحمشي طبعا هم زعلانين مع بعض بعد الطلاق لكن بترد نادا وبتقول لها مش فقال كنتم الاثنين هتقولولي له ولا اقول له انا عمتا الستة اللي قدامك ديها ستي حامل ولما كانت جاية تقول لنك حامل انت تفضلت مشكورا وطلقتها حلوا بقى مشاكلكو عشان انا مش نقصاكو طبعا بيقول لها بجد قلت له ايوة بيقول لها وعشتيني قلت له انت كمان وبدأ ان هم يتصافوا ويرجعوا لبعض وطبعا نادا بتستأذن وطبعا هم بيحضنوا بعض بالشكل ده بالنسبة لخالد اللي قرر خلاص ان هو يروح يعطيناك في الريف عشان يرايع الارض وبتسأله نادا خلاص هتسبني قال لها ايوة علشان الارض وامراته بتقول ان هي حتبها تروح له في الاجازات نادا بتروح ومدام عفاف بتستقبلها وبتقول لها انها قالت كل اللي حصل ده لمدام سحر لكن بتقول لها ليه بس قلت لها الموضوع كده هيكبر قالت لها كان لازم اقول لها وكمان يونس شكله نفسيته تعبانة جدا وحتى مش راضي يأكل وبالفعل كان يونس قاعد مع صاحبه اللي بيحاول يأكله ما كانش عايز يفتر خالص وبتيجي سلمة بسرعة علشان تسلم على يونس وبيقعد بعد كده صلاحه بيتكلم مع نادا وجاب لها هدية زيها زي الاطفال وبيقولها على فكرة رانيا اصلا مش عايز ترجع وانت فهمت غلط بتقول لها مش في رانيا دلوقتي ولا فيك انا دلوقتي عايزة يونس قال لها انا حرجحه لك بعد كده منلاقي يونس قاعد بيتكلم مع سلمة وبتقوله نادا بتحبك قوي ولازم ترجع وعمل بيقولها انه ركب ميكروباس والمترو وكمان توك توك بالنسبة لخالد عايز سعيد جدا وموسوط هناك في الارياف وبقول لمراته ان القاعدة هنا حلوة جدا ومريحة وهدوء تام وهو مرتاح وبينام كويس اما بالنسبة لي صلاح فبياخد دونس على جنب وبيقوله انا عايزك تساعدني في حاجة انا عايزة تجاوز ممتك نادا وهي مش موافقة بتقول لما انت توافق الاول ولما ترجع لها قال له بس انا سمعت خالي خالد بيقول لها ان انت مش هتتجاوزي طالما انا موجود وان انت مش موافق قال لق طبعا انا موافق جدا هاي حتساعدني وترجع لها عشان نتجاوز قال له اه وبيرجع لها وبتشكره نادا جدا بالنسبة لنادا اللي كانت قاعدة مع يونس وبتقول له يعني لازم يعني يقنعك ذكري ويسلمة عشان ترجع قال لها كمان اللي اقنعني عم صلاح قالت له انا بحبك يونس مش هعيزا اكتسبني قال له انا كمان بحبك قالت له انت محظوظ لانك انت لك امين قال انا كمان عايز يكون لي قبين يعني لازم تجاوزي صلاح صلاح بيكسر نودارة وبيروح يعمل ان هو نودارته امقصرت ويروح لنادا بيقول لها انا عايز نودارة جديدة لان النودارة تتكسرت وعايز اكشف لكن بتقول له انت بتتدلع ان نودارة انت اللي تقسرها في ايه بالظبط اتا هنا جاي ليه في مكان في كاميرات وبتقول لنا رايحة ليونس بيجري وراها طبعا وبيروحوا مع بعض وبتبدأ تعرفوا على اخوها وامراته وبيبدأوا ان هما يسلموا على بعض ولادة كمان بتتعرف على مامة صلاح وكانت موجودة كمان رانيا بعد كده طبعا بيقعدوا مع بعض كلهم وبيتفرجوا على عرض المسرح اللي بيقدموا يونس وكمان سلمة كانوا بيقدموا حكاية قديمة الجحة حكاية الحمار وطبعا كانت فرحانة جدا بيه نادا وكمان صلاح بيقول لنادا ان هو بيحبها بعد العرض طبعا الكل بيسقف للاولاد وعملوه عرض كويس جدا وبدأوا الاولاد يتكرموا المتفوقين طبعا بيتكرموا ومن ضمنهم يونس اللي بياخد جايزة على انه بدأ يطور نفسه في فترة سيارة وبتفرح بيه نادا جدا وبتبقى مبسوطة وبيستلم طبعا الشهادة بتاعته ونادا بتجري عليه وبتاخدف حضنها وكمان صلاح كان فرحان بيوم جدا وبتخلص الحلقة على كده وده كملخص لاحداث الحلقة الاخيرة والخمستاشر من مسلسل ليلى الجزء التاني اشتركوا في القناة